في كافة المجالات وتقييم حصيلة قرارات وتوصيات الدورة السابقة كان فيه عمل قاموا به الخبراء تحذيراً لهذا الاجتماع وفيه بعض التوصيات سترفع للجنة الكبرى عندنا تقريباً 14 انتفاقية ستتوقع خلال هذه الدورة وتشمل شدة المجالات تطرقنا كذلك الأوضاع في المنطقة والحمد لله فيه تطابق الأراء في كل ما تكلم عليه عملنا كفرق واحد خدمة لتعزيز علاقات المتميزة والممتازمة بين جزائر وموريطانيا وهذا طبعاً تحذيراً كما قلت للاجتماع اللجنة الكبرى وكذلك اهتمام الرئيسين كل فخامة رئيس عبدالعز المتفليقة وشقيق الرئيس عبدالعزيز لعطاء لهذه التعاون مثلاً في بناء المقرب العربي هذه المرة الأولى سنخرج بورق الطريق يعني كيف ننفذ ما اتبقنا عليه وفي المراحل المقبلة إذن سنفترح على الوزيرين الأولين وهو من يترأسان اللجنة الكبرى السيد عبدالعزيز سلال والسيد يحيى ودحمدين ورق الطريق لما هي المراحل المقبلة حتى اشتفاع الدورة المقبلة للجنة العليا التي ستتم بعد سنتين من اليوم في إنواكشوت أشرفنا اليوم على افتتاح لجنة المتابعة الثاني عشر والتي ستتحدر للجنة العليا الكبرى الثامنة عشر أيضاً التي ستتم هنا في الجزائر أيضاً يوم عشرين برئاسة كل من الوزيرين الأولين للبلدين وطبعاً كانت قد سبقت هذه الدورة أعمال الخبرى كل من جانب موريتاني والجزائر وطبعاً طبعت أعمالهم كثير من الطبعات جيدة طبعاتها خوية وودية والحمد لله العمل ماشي بسهولة هذا اللي أيضاً حثيناهم نحن أيضاً كمسؤولون أيضاً على التسهيل وتسيل الأور من أجل حصول على عدد مهم من الاتفاقيات التي إن شاء الله ستكون في صالح يعني المجالات المهمة للتعاون فيما بين البلدين أطلقت المدرية العامة لأدرائب نظام التسهيل